نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية وشددت وزارة الصحة والسكان وتعليم العالي والبحث العلمي على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجمعية وأن المخزون الاسراتيجي منها آمن ومطمئن وأشارت الوزارتان إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج من خلال التنسيق مع هيئة الشراء المؤحد